قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعاء أن مصر بلد سلام تبعث رسالة سلام للعالم كله مفادها أن ديننا هو دين السلام وخلال كلمتي التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوري في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف أكد جمعاء المضي قدما بكل قوة في الدفاع عن ثقافة السلام انطلقا من سماحة الدين الإسلامي وعظمة قيمة الإنسانية الذي نؤكد عليه أن السلام لا يمكن أن يصنع من جانب واحد أو من طرف واحد ولا بد له من قوة تحميه وأمن في الوقت الذي نمد فيه أيدينا للدنيا كلها بالسلام نأمن أن يكون ذلك حال عقلاء العالم أدمع لنكبح معه جماح التطرف الديني الذي قد ينحرف بعالم اليوم عن طريق الترار الحضاري والسلام والعيس الإنساني المشترك إلى تطرف وتطرف المضاد وعنف وعنف المضاد تدفع المشارية كلها ثمنه وعنفه موسيقى موسيقى